أحلى وأجدع شباب وبنات في الدنيا أهلا بيكم في حلقة جديدة مع صياد حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الحساسية وكل الخطوات والأسرار اللي انت لازم تطبقها عندك علشان تاخد أفضل نسبة ثبات في الليسكوبات وأعلى نسبة هيتشوت أثناء المواجهات علشان كده في حلقة النهاردة هوضح لك جميع الخطوات الضرورية والأساسية اللي من خلالها تقدر تحسن إيمك في لعبة بوب جي موبايل وكمان هشرح لك طريقة ضبط الحساسية لزيادة نسبة الهيتشوت أثناء المواجهات وكمان هوضح لك طريقة بسيطة تقدر من خلالها تثبت الهيب فاير عندك بشكل ممتاز جدا لكن قبل ما نبدأ ما تنساش اللايك على الحلقة دي ولو انت أول مرة بتشوفنا ما تنساش الشرك في القناة وتفعل جرس الإشعارات على الكل أما دلوقتي فعايزك تصلى على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ويلا بينا نبدأ شرحينا على بركة الله يستعق والله هيب ضربك هيتشوت والله هنا نبدأ من نسخة الويندوز بتاعتنا اول خطوة لازم تعملها علشان تاخد ايم ثابت وتحكم كويس في الماوس عندك انك تيجي معايا للسرش بالشكل ده وتكتب هنا كلمة ماوس زي ما هي ظهرة قدامك كده وتضغط انتر هيدخلك على الاختيار اللي انت شايفه قدامك ده هتروح لكلمة اديشنال ماوس اوبشن هتضغط عليها بالشكل ده هيفتح لك الشاشة اللي انت شايفها قدامك دي هتيجي معايا هنا لكلمة بوينتر اوبشن وتشيل علامة الصحي من قدام الاختيار اللي انت شايفه قدامك ده هيكون عندك بالشكل ده هتشيل علامة الصحي من هنا وتضغط علي كلمة قبلي ومن هنا على اوكي ودي كانت الخطوة الاساسية في نسخة الويندوز عندنا تعالى بقى دلوقتي وريخ خطوة اساسية كمان لازم تعملها في المحاكي قبل ما نبدأ مع بعض نزبط اعدادات الحاساسية عندنا هتيجي هنا على اللعبة وتضغط علي كلمة اوبن بالشكل ده وقبل ما اللعبة تفتح معانا هنطلع هنضغط على السهم الخاص بالرجوع مرتين بالشكل ده علشان نرجع لشاشة المحاكي الرئيسي وهنضغط على F9 من الكيبورد علشان يظهر لنا كل الايكونات اللي انت شايفها قدامك دي وتدخل معايا على كلمة سيتينك ومن هنا هتبدأ تنزل معايا تحت الحد ما توصل لكلمة لانجويتش اند امبوت بالشكل ده وتضغط عليها مرة واحدة بالشكل ده وتنزل معايا الكلمة بوينتر اسبيت وتضغط عليها مرة واحدة بالشكل ده هتلاقي عندك في النص بالشكل ده تسحبها لاخر الشريك كده وتضغط من هنا على كلمة اوكي بعد كده تصغر المحاكي بتاعك وترجع مرتين بالشكل ده ونبدأ ندخل للاعبة بوب جي موبايل علشان نتعرف مع بعض على طريق الضبط الحساسية بتاعتنا طيب في البداية خلينا نتكلم عن افضل حساسية تديك افضلية اثناء المواجهات سواء المواجهات القريبة او المواجهات البعيدة ويجي هتنظري واللي انا بشوفه من معظم محترفين لعبة بوب جي موبايل ان الحساسية البطيئة هي افضل خيار لكل لعبين المحاكي لانها ببساطة بتساعدك بشكل كبير على التركيز على الهدف بتاعك وبتساعدك على عدم ضياع الايم وكمان بتحل مشكلة انتشار الطلب علشان كده بنصحك بالحساسية البطيئة واعلمك دلوقتي ازاي تصبطها واحدة واحدة طيب اول حاجة خلينا نصبط حساسية الهيب فاير اللي هي من غير ما تفتح سكوب بس قبل ما نصبط الهيب فاير في حاجات لازم تكون عارفها كويس جدا خلينا نروح للحساسية مع بعض علشان اقولك ايه هي اهم الحاجات اللي انت لازم تباخد بالك منها لو انت جديد في لعبة بوب جي موبايل وعايز تصبط الحساسية بتاعتك اول حاجة هنا احنا عندنا حساسية الكاميرا وهتلاقي تحتها حساسية الكاميرا بدون منزار وحساسية كل سكوب عندك في اللعبة من سكوب الريد دوت لحد سكوب التمانية حساسية الكاميرا دي هي حركة اللعب بالشكل اللي انت شايفه ده قبل ما ابدأ اضغط على زرار الرام الحركة دي هي اسمع حساسية الكاميرا ودي تقدر تتحكم فيها من خلال الـ options اللي قدامك دي فمثلا خلينا وريك حركة اللعب انا كده باسحب الموز يمين وشمال على طول البادة كلها ولو رجعت تاني الحساسية عليت الرقم ده خليته 300 علشان وريك الفرق وجيت اسحب الموز يمين وشمال الشاشة هتعمل الشكل اللي انت شايفه قدامك ده طبعا انا بلعب على حساسية بطيئة فببدأ من 15 او 20 خلينا ابدأ معكم من 15 بالشكل ده وخليني اضغط على X بالشكل ده واروح اجرب هقولك تجرب ازاي شايف الماكت اللي موجودة على الشمال ده تيجي هنا وتحاول ان انت تصيبه هيتشوت وفي نفس الوقت تتحرك من النقطة اللي انا واقف فيها دي بشكل نص دايرة للنقطة دي ولو ايه مجزبط او معظم رصاصك جي في الهيتشوت تبقى انت كده الهيب فاير عندك مزبوطة اتلاقيت فيه رصاص منك كتير بيضيع لازم تشوف لو الحساسية سريعة تبطأها ولو الحساسية بطيئة تصراحها زي ما نشوف دلوقتي مع بعض وانشوف هنجيب فيه كام رصاص تقريبا جبنا فيه خمس ست رصاصات من التلاتين رصاص خليني نخش على الحساسية مرة تانية ووطي درجة واحدة بالشكل ده برضو لسه الحساسية سريعة زي ما شوفنا وانا جاي كده الماوس بيسبق راس اللاعب فاخش اوطي كمان شوية خليني اوطي مثلا نخليها على 12 انت كل واحد على حسب ما جيده تريحه ولكن انا بزبط دلوقتي الحساسية اللي مراحة ايدي خليني نجرب مرة تانية طبعا نسبة الهيتشوت علت بشكل كبير جدا زي ما انت شايف انت كده كده اثناء الفايت القريب او لما تيجي تدرب هيف فاير كل اللي يهمك انك تجيب في اللعب اللي قدامك رصاصتين هيتشوت وهي دي الطريقة الصحة علشان تاخد اعلى نسبة هيتشوت في اللعبة او من الحساسية بتاعتك زي ما انت شايف سواء باي ميمين او حتى ماشي شمال طيب بعد اما عرفنا زي نزبط حساسية الهيف فاير تعالا بقى دلوقتي نبدأ مع بعض نزبط كل الاسكوبات اللي انت شايفها قدامك دي تعالا ناخد سكوب ريدوت وناخد سكوب اثنين سكوب تلاتة سكوب اربعة وكمان خلينا ناخد سكوب ستة وخلينا نروح على الترينينج اللي انت شايفه في الحتة اللي قدامك دي وتيجي للشوتينج رينج اللي انت شايفه قدامك ده وتقف في المكان اللي انت شايفه ده علشان نبدأ نزبط حساسية او سرعة سكوب الريدوت وهتفتح الاسكوب بالشكل ده وتحاول تلحق راس اللعب اللي قدامك ده زي ما انت شايف انا شايف ان السرعة بتاعت الاسكوب اسرع من اللعب بكتير فهاجه هنا على الريدوت وقللها بالشكل ده هي 13 خليها على 11 مثلا لسه سريعة زي ما انت شايف اقلل كمان اعتقد هي دي الحساسيان المثالية اللي انا ممكن نلعب عليها دايما بالحق بها راس اللاعب حتى لو راح يمين او شمال قدامي دايما راس اللاعب معاه في السكوب زي ما انت شايف وبالشكل ده زبط حساسية الريل دوت علشان نلحق اي لعب قدامي حتى لو عمل اي حركة مراوغة يمين او شمال كل ده انا بتكلم على سرعة اللي سكوب لسه ما تكلمناش على الارتداد الخاص باللي سكوب وهتمشي بالشكل ده على جميع اللي سكوبات لحد ما تطلع افضل سرعة مناسبة ليدك انت مش شرط تزبطها على نفس سرعة اللي سكوبات عندي علشان تكون كويسة معك لكن لازم تزبط كل سكوب بالسرعة اللي تناسب ايدك انت اما دلوقتي خلينا نروح مع بعض للنقطة المهمة وهي نقطة ارتداد الاسلحة فكرة ارتداد السلاح دايما بتتوقف على القطع اللي انت بتفضل تلعب بيها وكمان نوع السلاح المفضل بالنسبة لك علشان كده هنزبط ارتداد كل الاسكوبات بدون استخدام اي قطع على السلاح وبالتأكيد بعد اضافة القطع اللي انت متعود عليها وباقي القطع الاساسية لسلاحك هتلاقي كل الاسكوبات مستوى السبات فيها عائلة كتير جدا وكل اللي انت هتعمله انك هتاخد السلاح المفضل بالنسبة لك وتاخد مغزن سريع وكل الاسكوبات اللي انت هتشتغل عليها من اول الريد دوت لحد اسكوب ستة وخلونا نبدأ مع بعض نزبط التداد كل الاسكوبات اول حاجة خلينا نخش الاعدادات ونروح في الحساسية بالشكل ده احنا قلنا ان الحساسية الخاصة بالكاميرا دي حساسية الحركة او سرعة حركة الاسكوبات اللي احنا زبطناها من شوية لكن لو نزلنا تحت شوية هنلاقي حاجة مكتوب عليها حساسية الEDS هتلاقي على وضع التعطيل عندك بالشكل ده هتيجي تبدأ تفعيل من هنا واللي فتحت قدامك دي هي دي الاعدادات اللي نقدر نزبط منها ابتداد كل الاسكوبات طبعا مش هنزبط حاجة في الTPP لان ده مرتبط بالهيف فاير اللي احنا زبطناه من شوية حساسية الكاميرا بدون منزار علشان كده هنبدأ مع بعض من الريد دوت من نقطة لاستهداف الحمراء ونرجع للمكتات دي علشان نعرف احنا محتاجين نعلي او نوطي الحساسية ونبدأ نجرب مع بعض سكوب الريد دوت بالشكل ده طبعا السكوب بيرفع مني فوق بالطريقة اللي انت شفتها دي فأخش على الحساسية بالشكل ده وانزل للEDS اللي احنا لسه فتحينها واعلي درجة بالشكل ده واقفل تاني منها وارجع تاني اجرب طبعا زي ما انت شايف نسبة الهيت شوت قلت بكتير جدا عن الدرجة الاولى الدرجة واحدة فرقة الدقاء الدرجة اللي عب لها كل الطلق طلع فوق رأس اللاعب الدرجة دي زي ما انت شايف طبعا الفرق واضح جدا وخلينا نروح مع بعض للسكوب رقم اثنين او سكوب اثنين علشان نبدأ نزبط فيه اول حاجة خلينا نجرب السكوب بالشكل ده طبعا السكوب كويس ولكن بينزل تحت معي زيادة عن السكوب دي حركة انا حاسس بها في ايدي انت هتحس بها في ايدك لو السكوب مش مصبوط علشان كده هاجي هنا واقل الدرجة كمان بالشكل ده وابدأ اجرب مرة تانية زي ما انت شايف تقريبا كل الرصاص جاي في الهتشوت انا مش عارف ايه الرصاص اللي ورا ده ولكن زي ما انت شفت تقريبا كل الرصاص جاي في الهتشوت نروح بعد كده للسكوب اللي معانا بعد كده وهو سكوب رقم 3 او سكوب 3 اول حاجة خلينا نجرب السكوب بالشكل ده طبعا زي ما انت شايف السكوب بيرفع فوق جدا فخليني اروح على سكوب 3 بالشكل ده واعلي سنة من هنا زي ما شفت طبعا اختلاف 180 درجة درجة واحدة بتعمل ايفل السكوب معاك وكده اعتقد سكوب 3 مصبوط معايا بشكل ممتاز جدا على الرقم انت شايفه قدامك ده نروح بعد كده للسكوب رقم 4 او سكوب 4 خلينا نجرب السكوب طبعا هو عندي على 2 انا عارف انه هو هيكون بيرفع جدا ولكن خلينا نجرب بالشكل ده طبعا الاسكوب بيرفع جدا خلينا ننزل تحت كده شوية ونرفع اليد اس درجة واحدة بالشكل ده طبعا تحسينك كتير جدا ولكن لسه بترفع معاه فخليني اجرب ارفع درجة واحدة كمان اخلي اليد اس على 4 زي ما انت شايف طبعا ولا اروع من كده حساسية لسكوب 4 بالنسبة لي انا مظبوطة عندي انت كمان لو مشيت على نفس النصايح والتوجيهات اللي انا بقول لك في الحلقة دي هتوصل لاحسن حساسية تكون مناسبة ليدك وتكون مناسبة للبادة بتاعتك وكمان الماوس بتاعك المهم خلينا بعد كده نروح للسكوب اللي معانا بعد كده هو سكوب 6 وبما اني بتكلم على سكوب 6 انا بستخدم سكوب 6 سنجل فلازم اجربه في الشوتينج رينج اللي انت شايفه قدامك ده علشان انا محتاج مكتات بتتحرك قدامي وهرجع بالشكل ده هقف هنا اوره شوية وابدأ اقيم على اي مكت بعيد واشوف اللسكوب ماشي مع راس اللاعب ولا لا طبعا سريع شوية هروح للاعدادات بالشكل ده واروح لخانة الحساسية وانزل لسكوب 6 ولكن في حساسية الكاميرا لاني مش بزبط الابتداد دلوقتي هنزل تحت شوية وخلي سكوب 6 مثلا على اتنين وارجع اجرب بالشكل ده وزي ما انت شايف تقريبا السكوب مزبوط بالسانتي زي ما انت شفت كمان للناس اللي ما تعرفش ايه الفرق بين الFBB والTBB بالنسبة لحساسية الكاميرا وكمان بالنسبة لحساسية الEDS الفرق كله هسيدي ان حساسية الفيرست بيرلسون هي اللي انت بتشوف بيها بالشكل ده دي حساسية الفيرست بيرلسون اما السيرد بيرلسون هي اللي بيكون فيها اللعب ظاهر كامل قدامك بالشكل ده ده حساسية او منظور الشخص التالت فلو دخلت هنا هتلاقي TBB او SIRD BELSON اللي هي حساسية الشخص التالت اللي انت بتلعب بيها واللي احنا اشتغلنا عليها والFBB او FIRST BELSON اللي انت لما بتدوز حرف V بتتغير معك بالشكل ده انت طبعا علشان ما تلحبطش نفسك وتكون الحساسية معك واحدة هتخلي الاعدادات اللي هنا شبه الاعدادات اللي هنا فهنا FBB هتخليها زي TBB لاننا اشتغلنا في الاول على TBB او منزور الشخص التالت هنزلها لحد 11 بالشكل ده وانزل تحت كمان في الـ EDS اخليها هنا 11 بالشكل ده وبكده عرفنا ازاي نظبط الحساسية بشكل كامل عندنا مع كامل الاعدادات اللي بالتأكيد هتحسن لك ايمك بشكل كبير جدا لو استفدت من الحلقة دي او شفت ان انا قلت لك معلومة جديدة او مفيدة بالنسبة لك ما تنساش تحط لايك على الحلقة دي لو حابب تدعمنا بطريقة مجانية كمان ما تنساش تشترك في القناة لو انت اول مرة بتشوفنا لاننا دلوقتي وصلنا لنهاية حلقتنا امنة فشوفكم في الحلقة الجاية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته